موسيقى بعد الانضمام لمؤشر جاي بي مورغان اعلامي مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للانضمام للمؤشر في شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري الدنمارك أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي تزيل القيود المفروضة على كورونا اعتبارا من اليوم قبل اتصال مرتقب بين بلينكين و لافروف روسيا تقول انها لن تتراجع في مواجهة تهديد بعقوبات أمريكية الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضم انفوغرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جاي بي مورغن بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وافريقيا منضمط لمؤشر جاي بي مورغن للسندات الحكومية بالأسواق النشئة بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات فضلا عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضرة هذا وقد استعرضت تقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر جي بي مورجن لافتا إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من النتج المحلي الإجمالي ليبلغ 68.6% عام 2019-2020 كما شملت الجهود أيضا زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد لتصل إلى 3.477.900.000 جنيه عام 2019-2020 للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي تحتي لك دكتور علي في ظل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الدولة المصرية وتحقيقها لمستهدفات التنموية تأتي عودة انضمام مصر المؤشر جي بي مورجن بعد انقطاع دمى أكثر من عشر سنوات كيف ترى ذلك؟ بسرعة أحمن أحيان تحياتي حضرك والسادة المشاهدين خلينا نقول طبعا أن هي شهادة ثقة جديدة في حق الاقتصاد المصري كمان يمكن دخلنا للمؤشر في التوقيت دوت بتعتبر أمر جيد جدا لأننا نرى على الصعيد العالمي فكرة التحارف من جانب الفضال الأمريكي بعض التخاوف بالنسبة لتحديد أفعار الصعب في الأسواق النشأة فبالتالي دخل مصر في هذا المؤشر هيقدر أن هو يستقف جزء كبير جدا ويعمل نوع من أنواع التنوع بالنسبة للإستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي هيقدر أن هو يخفض بالنسبة لتكلفة الاختراض من المؤسسات المالية وبالتالي ده هيقدر أن هو يعزز بشكل كبير جدا المصادر الدولارية الخاصة بإستثمارات الأجنب في أدوات الدين الحكومي بجانب المصادر الدولارية غير مؤلدة التكلفة أو الدين اللي يمكن شفنا فيها نوع من أنواع التحصن بشكل كبير حضرك زي ما أنت قلت إحنا يمكن كنا قريبا في المؤشر بالفعل وانقطعنا عنه أو ابتعدنا عنه في 2011 بعد انقطاع عشر سنوات الدولة استمرت في عمل خلال الثلاث سنوات الماضية للعودة لهذا المؤشر مرة أخرى ويمكن نتاهم بشكل كبير الجزء الخاص بكفاءة إدارة الدين العام بالجانب طبعا أن احنا أول دولة على مستوى الشرق الأوسل أنها تصبر سندات الخضراء واللي كان لها دول مهم جدا اللي قدرت أنها تكسب حوالي ثقة 96% من المستثمرين الأجانب اللي أيدوا دخول مصر وعودتها مرة أخرى لهذا المؤشر الهام دكتور علي كيف يمكن أن تستثمر مصر انضمامها لمؤشر جي بي مورجن في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله في كافة الأسعادة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا عن المواطن المصرية إحنا أريد يبعثي عندنا حجم إصدار يقدر بحوالي 14 إصدار بقيمة 26 مليار دولار 26 مليار دولار بجانب التحصف في المصادر الدولارية هيقدر أنه بشكل كبير يعزز من سعر صف الجنيه المصر أمام العملات الأجنبية بشكل عام هيقدر يساهم بشكل كبير على احتواء معدلات التضخم في ظل حالة من حالات الارتفاعات الشديدة في معدلات التضخم على مستوى العالم وبالتالي فكرة أن يحصل تراجع نسبيا في معدلات التضخم وحتواء وهيقدر أنه ينعكس بشكل إيجابي على قوة الشرائية للعملة هينعكس على مستوى معيشة المواطنين وبالتالي ده هيبقى عائد اقتصادي واجتماعي مهم جدا خلال الفترة اللي جاية بجانب كمان أن مشاهدة الثقة دية جاية فيه التوقيت اللي البعض كان بيشكك على قدرة الاقتصاد المصر في التعامل مع الأزمة الحالية المتبطة بتدعية كورونا والأزمة الجديدة المتبطة ببعض الاخفاءات بالنسبة لأقتصادات الكبع على مستوى العالم تواعي على مستوى الاقتصاد الأمريكي معدل تضخم الأقبع على مدار 30 سنة شايفين منطقة اليورو معدل تضخم هو الأقبع مدار أكثر من 20 سنة وبالتالي كلها تحديات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي لكن الاقتصاد المصري بإذن الله قادر على واجهة هذه التحديات ماذا عن الاستثمارات والأجنبية في مصر؟ هل من وجهة نظرك أن هذا الانضمام من الممكن أن يشجع المستثمر الأجنبي في الاستثمار بشكل أكبر في مصر في الفترة القادمة؟ أعتقد أن هذا يبقى بإذن الله موجود سواء بنتحدث عن استثمارات غير مباشرة في سور الأولى المالية أو على مستوى الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي أو حتى على مستوى الاستثمارات المباشرة لأن هذا يحمل توقعات إيجابية بشأن كفاءة أدوات الدين العام بشأن معادلات النمو الاقتصادي اللي شفنا يمكن تعديل من جانب صندوق المغض الدولي لمعادلات النمو الاقتصادي المصر اللي نستصل لحوالي 5.6% في العام الحالي وبالتالي المستثمر بيبقى مهم بالنسبة له أن يكون هناك توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد اللي ينوي الاستثمار فيه وبإذن الله مع الجهود اللي الدولة بتبزلها نستطيع أن نحن نجزب القدر أكبر من الاستثمار أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الإدريس الخبيل الاقتصادية شكرا جزيلا لك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم السقر وذلك بحضور الواع باس كامل رئيس المخابرات العامة ووزيرة التجارة وصناعة نيفين جامع وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت وشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح ولي عهد الكويت مؤكدا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية رسخة على جميع الأصعاد وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومية كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم من جانبه نقل السيد محمد جاسم السقر إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقه الأمير نواف الصباح وولي العهد مشعل الصباح مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعمة رئيسة للأمن والاستقرار بالوطن العربية فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاني تنفذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة ووعدة في جميع القطاعات ما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر وهو من عكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 قد سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات أضف رئيس الهيئة أن شهر يناير الماضي أصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة أوضح ربيع أيضا أن القناة شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير عام 2022 مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بإجمالي حمولات صافية أكثر من 106 ملايين طن وأضف ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة اعتبارا من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021 تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية في يناير 2022 حول عودة السياحة العالمية وأشر التقرير الآن السياحة العالمية شهدت انتعاشا بنسبة 4% في عام 2021 ليصل عدد السائحين الدوليين إلى 415 مليون سائح مقابل 400 مليون سائح خلال عام 2020 كما أوضحت المنظمة أن وطيرة التعافي لا تزال بطيئة ومتفوتة من منطقة لأخرى حول العالم بسبب اختلاف درجات القيود على التنقل ومعدلات التطعيم وثقة المسافرين عقدت لجنة تطوير وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة مصر اجتماعا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكدت الأمانة العامة في بيان لها أنه تم إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة وأقرتها القمة العربية لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة مضيفة أن وثيقة الاستراتيجية المحدثة تضمنت التركيز على تحديث الإحصائيات السياحية لتكون أكثر واقعية والاهتمام بعنصر تنافسية السياحة والصفر للدول العربية والأثر الاقتصادية لقطاع السياحة أكد وزير الخارجية سامح شكري موسى نادة مصر للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الوضع الفلسطيني على كافة العصادة السياسية والاقتصادية وشدد شكري خلال استقباله أمينة سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإحياء مصار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته المستقلة من جانبه أحاطى أرجوب وزير الخارجية بآخر مستجدات في الأراضي الفلسطينية معربا عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومحورية الدور المصري في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن القرار الوطني المستقل هو ما يدفعه للتقدم بترشحي على منصب رئيس الجمهورية أضف الرئيس العراقي في كلمة للشعب العراقي أن أمام العراقيين مسؤولية تاريخية وأشدد صالح على أن الدور المنتظر للبرلمان الجديد يحتم أن يكون ممثلا حقيقيا لإرادة الشعب أعضاء مجلس النواب الأفاضل لقد انتخبكم الشعب في انتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهظ جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيممة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيد نفسه فشبابنا في البصرة والناصرية والنجف الأشرف وبغداد والموصل والسليمانية وأربيل والأنبار وكركوك والديوانية ودهوك وديالة والسنجار يتقاسمون ذات التطلعات في العيش الكريم الحر ولذا فأن الظروف العصيبة التي مرت بالبلد وما ينتظره من استحقاقات تفرض علينا مسؤولية تأريخية وعملا استثنائيا وأن الدور المنتظر لمجلس النواب الجديد يحتم عليه أن يكون برلمانا حرا وممثلا حقيقيا لإرادة الشعب وتطلعاته قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل يذكر أن المحكمة قررت في وقت سابق تحتيد موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عددا اليوم الثلاثاء قبل أن تقرر البت في المسألة يوم الخميس المقبل وتقرر مسألة الكتلة الأكبر شكل الحكومة العراقية المقبلة والكتلة النيابية صاحبة الحق في تشكيلها وتصدرت الكتلة الصدرية لانتخابات التي جارت في أكتوبر الماضي تلاها تحالف تقدم واتلاف دولة القانون ثم الحزب الديمقراطي الكردستانية أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية إيفان مولوتكوف عزم بلاده إعادة فتح سفارتيا في ترابلس والقنصلية العامة في بنيغازي وذلك بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن جاء ذلك خلال زيارة وفد مكلف من حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا وأكد المسؤول الروسي ترحيب بلاده بهذه الزيارة معتبرا أنها تمثل خطوة نحو تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي من خلال التحالف الدولي والتعاون مع شركائها وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تاد برايس في بيان له أن هجمات داعش الإرهابي العنيفة هي تذكير خطير للعالم بأن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ويجب هزيمته أكدت موسكو أنها لن تتراجع بمواجهة التهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها وسط تصاعد التوتر مع الدول الغربية بشأن أوكرانيا وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة هي من يؤجج التوترات وليست روسيا مشددة على عدم الانتباه للتهديدات الأمريكية نفى نائب وزير الخارجية الروسية أليكساندر كروشكو ما تردد بشأن تسليم روسيا ردا خطيا على الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية حول أوكرانيا كان مسؤولون بالخارجية الأمريكية قد أعلنوا أن واشنطن تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لقفض التصايد في أوكرانيا وكانت روسيا قد قدمت مقترحتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن وحصلت على رد خطي على هذه المقترحات أعلن رئيس روسي فلاديمير بوتن أنه سيطلع رئيس وزراء الماجر فيكتور أوربان على سير مفاوضات موسكو مع واشنطن والنيتو حول ضمانات الأمن جاء ذلك في مستهل لقاء الجانبين بمقر الرئاسة الروسية بالعاصمة موسكو وأعلن الكراملين أن الزعيمين سيناقشان التجارة والطاقة إلى جانب المشاكل القائمة حاليا والمتمثلة في ضمان أمن أوروبا في إشارة إلى الخلاف بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا وأفاد أوربان أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق على زيادة واردات الغاز من روسيا إلى بلاده في وقت تتهم أطراف في أوروبا روسيا بالتسبب بأزمة طاقة بهدف الضغط على الدول الأوروبية يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم اتصالا هاتفيا مع نظرير السيسر جي لافراف لبحث كيفية المضي قدما في التعامل مع الأزمة الأوكرانية يأتي الاتصال المرتقب غداة مناقشات في مجلس الأمن الدولي بين روسيا والولايات المتحدة حول قوات التي حشدتها موسكو على الحدود مع أوكرينيا قال رئيس أوكرينيا فلودومير زيلناسكي إن بلاده سوف تزيد عدد جنود قواتها المسلحة إلى 100 ألف جندي خلال السنوات الثلاث المقبلة يأتي ذلك ضمن عدة إجراءات للتعامل مع الأزمة الحالية مع روسيا كما أكد أيضا أن الدعم العسكري والديبلوماسي الغربي لبلاده قد بلغ أعلى مستوى له منذ 2014 وضف رئيس الأوكراني أنه يبحث موعد محادثات السلام المقبلة مع روسيا بمشاركة فرنسا وألمانيا يزور رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون كييف اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الأوكراني فلودومير زيلناسكي وضف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون وزيلناسكي سيبحثان النشاط العدواني والروسي المستمر إضافة إلى الدعم الاستراتيجي البريطاني لأوكرانيا تأتي الزيارة بعد يوم من إعلان الخارجية البريطانية أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يرمي إلى تجديد حزمة العقبات التي يمكن للندن أن تفرضها على موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية وسط تصاعد التوتر مع روسيا وأزمة داخلية قد تطيح به من منصبها تأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف لإجراء محادثات مع رئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال أن الزيارة تأتي دعماً للسيادة أوكرانيا وسوف يحاول خلالها جونسون حض روسيا على التراجع والدخول في حوار للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة زيارة تأتي في وقت يواجه فيه جونسون أكبر أزمة تهدد مصيره مع تحقيق الشرطة في تقارير حول خرقه لقيود كورونا وتنظيم حفلات في مقر إقامته ومكتبه في لندن في وقت كان فيه غالبية البريطانيين ملتزمين بإجراءات الإغلاق العام وقد أبدى رئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة البرلمان أسفه متعهداً بإصلاح الأمور لكن عدد النواب في حزبه المحافظ الذين فقدوا الثقة به آخذ في الازدياد وفي الأيام الأخيرة تزايدت المخاوف من توغل روسي وشيك في أوكرانيا على الرغم من نفي موسكو ونداءات الرئيس الأوكراني لتجنب الضعر بشأن الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده وتمثل زيارة جونسون لكييف أحدث الجهود الدبلوماسية المتسارعة لمواجهة هذه الأزمة حيث أجرى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أمس مكالمة هاتفية للمرة الثانية خلال أربعة أيام بشأن أوكرانيا كما أعلن الكريملين هذا وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراز أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يشدد حزمة العقوبات التي يمكن لبريطانيا أن تفرضها على موسكو في حال شنت موسكو هجوما عسكريا ضد أوكرانيا ومن المقرر أن يتصل جونسون بالرئيس الروسي أيضا لحظه مجددا على التراجع والانخراط في المساعد الدبلوماسية لحل تلك الأزمة استقبلت أوكرانيا الشحنة الخامسة من المساعدات العسكرية الأمريكية وتضم 84 طن من الأسلحة والذخائر كانت الدفع الرابعة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا قد وصلت يوم الجمع الماضي وفي وقت سابق أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ما يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة بشأن الأزمة في كييف أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة إصابة كورونا حول العالم إلى 378 مليون و363 ألف وأربع وثمانين حالة وأضافت الجامعة في بيانها اليومي أن إجمالية الوفيات بالفيروس بلغ نحو 5 ملايين و674 ألفا و219 حالة وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من الإصابات حول العالم والتي بلغت أكثر من 74 مليون وتسعمائة واثنين وأربعين ألفا في حين ارتفعت حصيلة الهند إلى أكثر من 41 مليون وأربعمائة وتسعة وستين ألف إصابة في المركز الثاني سجلت روسيا عددا قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع انتشار سلالة أومايكرون في جميع أنحاء البلاد قفز عدد الإصابات خلال 24 ساعة إلى 125 ألفا وثمانمائة وستين وثلاثين إصابة كما سجلت الصحة الروسية 663 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 167 ألفا وتسع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وبهذا الرقم يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41 مليون وأربعمائة وسبين ألفا حالة أشرت الوزارة في بينيها اليومية إلى تسجيل 1192 وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 496 ألفا ومائتين واثنتين وأربعين حالة أعلنت كورية الجنوبية تسجيل 18 ألفا وثلاثمائة وثلاثة واربعين حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالية الإصابات في البلاد قد ارتفع إلى ثمانمائة وأربعة وستين ألفا واثنتين وأربعين إصابة هذا وقد شهدت البلاد زيادة حادة في حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت سلالة أوميكرون شديدة الانتشار هي المهيمينة كما سجلت كوريا الجنوبية 17 وفا جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ألاف وسبعمائة واثنتين وسبعين حالة وفا قالت السلطات الصحية اليابانية أن العاملين في الرعاية الصحية في البلاد يكافحون مع تنامي أعداد المرضى خاصة المسنين ومن لديهم أمراض مزمنة واسترتفاع حالة الإصابة بكورونا وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن نسبة شغل أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا ارتفعت إلى تسعة وأربعين واثنين من عشر بالمئة حيث يقضع أكثر من نصف محافظات اليابان ومن بينها توكيو لحالة شبه طوارئ وقالت محافظة توكيو كوكي يوريكو أنها ستدرس الطلبة من الحكومة المركزية بإعلان حالة طوارئ كاملة في حالة بلوغ همسين بالمئة أصبحت أدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع قيودها المفروضة بسبب كورونا على الرغم من تسجيل أرقام قياسية للإصابات بعد المحاولة الأولى لرفع جميع قيودها بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين تخلت الدولة الإسكندنافية مرة أخرى عن الكمامات وبطاقات كورونا وساعات العمل المحدودة وقد أعيد فتح النواد الليلية اليوم مع انتهاء القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح لهم في التجمعات الداخلية ويأتي تخفيف في الوقت الذي تسجل فيه الدنمارك ما بين 40 إلى 50 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا يوميا حصل لقاح سبايك فاكس المضاد لكورونا المنتج من شركة موديرنا على الموافقة الكاملة للاستخدام من إدارة الدواء الأمريكية وتحصل لقاحات كورونا حول العالم في أول الأمر على موافقة طرأة فقط للاستخدام قبل أن تحصل على الموافقة الكاملة خطوة مهمة على طريق إزالة أي مخاوف من اللقاحات الخاصة بكورونا وذلك بحصول لقاح شركة موديرنا المعروف علميا باسم سبايك فاكس على الموافقة الكاملة من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية FDA بعد أن كان قد حصل سابقا على موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر من عام 2020 لقاح موديرنا هو ثاني لقاح للوقاية من كورونا يحظى بالموافقة الكاملة وذلك بعد لقاح فايزر الذي حصل نهاية أغسطس الماضي على موافقة كاملة موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موديرنا تنحصر بالبالغين الذين تبلغ أعمارهم ثمانية عشر عاما فما فوق كما أنها تتعلق بالجرعتين الأوليين من اللقاح أما الجرعة المعززة فلا يزال استخدامها في إطار موافقة لاستخدام الطارئ الموافقة الأمريكية الكاملة سجلت بعد تجارب سريرية لتحديد فعلية سبايك فاكس شملت أكثر من 14 ألف متطوع وأشرت التجارب إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لدى المشاركين تمثلت في الإرهاق والصداع وآلام العضلات إضافة إلى حالات من الإصابة بالتهاب عضلة القلب لكن رغم ذلك قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن فوائد اللقاح تفوق مخاطر الشركة المنتجة أعربت عن أملها في أن تعزز موافقة FDA على لقاح موديرنا الثقة باتخاذ قرار أخذ اللقاح لمواجهة موجات تفشي فيروس كورونا بدأت السلطات السعودية اليوم تطبيق إجراءات جديدة في التعامل مع جائحة كورونا حيث دعت كل من مضى ثمانية أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشطية أشار مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إلى أن الحصول على الجرعة التعزيزية سيكون شرطا لدخول أي أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية وكذلك المنشآت الحكومية أو الخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النفايات الطبية الناتجة عن استخدام أدوات مكافحة كورونا قد سببت ضغطا هائلا على أنظمة إدارة نفايات الرعاية الصحية في العالم بما يهدد صحة الإنسان والبيئة وذكرت المنظمة في تقرير لها أن التقديرات تشير إلى أن نحو 87 ألف طن من معدات الحماية الشخصية التي تم شراؤها بين مارس 2020 ونوفمبر 2021 وجرى شحنها إلى البلدان المحتاجة من خلال مبادرة توارئ مشتركة للأمم المتحدة من المتوقع أن ينتهي بها الأمر إلى نفايات مما يعد مؤشرا أولويا على الخطر وذلك دون النظر إلى الأدوات التي تم شراؤها خارج المبادرة والنفايات الناتجة عن استخدام الأشخاص لمتجات مثل الأقنعة الطبية أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لإجراءات الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون في بوركينافاسو وقد ذكرت الخارجية الأمريكية أن ما شهدته بوركينافاسو يقود شرعية الحكم ويحد من قدرة الولايات المتحدة والشركاء الدوليين على مساعدة البلاد لتعزيز السلام والأمن قام سفير مصر لدى إثيوفيا والاتحاد الأفريقي محمد جاد بإداعي أصل وثيقة تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدة المنشأة لوكالة الدواء الأفريقية جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص وأعرب السفير المصري خلال الاحتفالية عن ساعدته بانضمام مصر لهذه المعاهدة منوها بالإيجابيات الكبيرة المنتظرة للوكالة على صعيد توفير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة لشعوب الأفريقية مؤكدا في هذا السياق على الأهمية الكبيرة التي تليها مصر لعمل الوكالة هذا وأعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي عن ساعدتها بانضمام مصر للمعاهدة تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الثالثة والخمسين يتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد هل لك أن تنقلنا إلى الأجواء لديك في معرض القاهرة ومدى الإقبال على هذه الدورة الخاصة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالفعل رهام تحية لك جرعة ثقافية زخم ثقافي كبير هذا هو المشهد الذي أستطيع أن أوصفه لك من خلال عدثات الكاميرا هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس قبال كبير من قبل زوار المعرض والمواطنين على المجيء إلى المعرض والاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تقديمها دور النشر هذا فضلا عن الكثير من الندوات والفعاليات الثقافية التي تقام أيضا بالتوازي مع عرض الكتب والفعاليات الكبيرة صالة خمسة أيضا رهام فيها جناح مخصص للطفل هناك فعاليات كثيرة للأطفال كل قصص أيضا مشوقة للغاية للأطفال نحن نتحدث عن نحو عشر قاعات تقام فيها ندوات ثقافية بشكل يومي منذ بداية بدء اليوم لمعرض الكتاب وحتى نهاية اليوم من بين الفعاليات الثقافية التي أقيمت اليوم كانت هناك فعالية للكاتب عبدالتواب يوسف منترجما وهو شخصية معرض الكتاب لهذا العام للأطفال الكاتب عبدالتواب يوسف الكاتب الرحل كانت هناك ندوة ومناقش عنه وهذا فضلا عن تأبين لعدد من الرموز الثقافية ومنهم الدكتور جابر عصفور فضلا عن عدد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام لعدد من الروايات والقصص والمصرحيات التي تعرضها دور النشر فضلا أيضا عن فعالية خاصة بالأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أشير أيضا ريهام إلى نقطة مهمة للغاية وأن في الدورة الثالثة والخمسين هذا العام تم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هناك منصة إلكترونية مخصصة للجمهور لمعرض القاهرة الدولي الكتاب هذه المنصة الإلكترونية يمكن للزائرين الدخول عليها وحجز الكتب إلكترونيا أو أونلاين ومن خلالها أيضا يتم حجز التذاكر وأشير أيضا إلى فريق أنا متطوع هذا الفريق الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة والذي يعمل أيضا بالتعاون مع القائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب هؤلاء يقومون أيضا بمساعدة ومعاونة الزائرين على إيجاد الكتب ودور النشر وكل ما يحتاجونه من معرفة فضلا عن متابعتهم لالتزام المواطنين والزوار بالإجراءات الاحترازية فضلا يعني أو بداية من دخولهم من بوابات المعرض بقياز دراجات الحرارة والتنبيع على ارتداء الكمامات داخل أجنحة وأرويقة معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم أمس أعلنت الجيال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن وصل يوم أمس عدد الزائرين إلى 46 ألف زائر ولكن يوم الجمعة الماضي كان وصل عدد الزائرين إلى 127 ألف وهو أكبر عدد للزوار على مدار هذا الأسبوع منذ بداية فعالية مهرجان القاهرة أو معرض الكتاب الذي يستمر حتى 7 فباير حتى الآن اليوم السادس وصل عدد إجمالي الزائرين لمعرض الكتاب هنا في أرض المعارض إلى نحو أو أكثر ما يزيد عن 400 ألف زائر وتتواصل الفعاليات هذا فضلا عن توفير أوتوبيسات وحافلات نقل تقوم بتوصيل المواطنين من وإلى المعرض من مختلف نقاط وكل هذا موجود على المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إليك ريهام أشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية الزميل أحمد الحسيني مرسل التلفزيون المصري في معرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا جزيلا بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب تعزيز التعاون الاستثماري مع السفير اليابني في القاهرة أوكا هيروشاي وتناول اللقاء بحث جزب للمزيد من الاستثمارات اليابنية إلى السوق المصرية ومتابعة موقف الشركات اليابنية العاملة في مصر وأكد عبد الوهاب خلال اللقاء أهمية التعاون مع السفارة اليابنية بالقاهرة بما يقدم الاستثمارات اليابنية الحالية وكذلك المستهدف جتبها في مختلف المجالات شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد ونائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والمعهد القومي للمحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية ممثلة في معهد الانتاجية والجودة بشأن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي قالت هالا السعيد أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي فيما يتعلق بتعزيز الشركات وأطر التعاون بين الجائزة والشركاء والأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نشر وتعميق ثقافة التميز بمختلف قطاعات الدولة قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية إلى محافظة السويس لمتابعة الموقف التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2020 والعام المالي الجاري 2021-2022 شملت زيارة الوفدة عددا من أحياء المحافظة تضمنت كل من حي السويس والأربعين وفيصل بالإضافة إلى زيارة حي عتقة أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كيلو مترا أضفت الوزارة في بيان لها أنه يجري حاليا تنفيذ 4456 كيلو مترا أخرى وإزالة 37 ألف حالة تعدي بمساحة 5.40 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات استقبل توزيرة الدولة للهجرة وشؤون مصريين بالخارج نبيل مكرم إمام الجامعية المصرية بمدينة ملبون في استراليا وعضو المجلس الإسلامي بولاية فيكتوريا على الزقمة بعث اللقاء سبل التعاون في إطار البرامج والملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى مصر لعدد من الشباب المصريين المقيمين في استراليا لإطلاعهم على ما يجرى في مصر من تنمية وتقدم في كل القطاعات تتواصل امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية في مطروحة تفقد المحافظ خالد شعيب سير العملية الامتحانية وذلك بمدارس السيد عائشة الإعدادية بنات وودي ماجد الإعدادية بنين خلال الجولة أكد شعيب أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من احتمالية الإصابة بفايروس كورونا تفقد بعض المدائس وبعض اللجان اللي اطمناها على أبنائنا وبناتنا والنهضة عندهم امتحان في مادة اللغة الإنجليزية ومادة الدين يعني الحمد لله بردين على بعض اللجان اطمنا على أبنائنا وبناتنا اطمنا منهم من الامتحان الحمد لله كويس ما فيش فيه حاجة خارجة عن المنهج ما فيه باستوى الطلب متوسط ما فيش أي شك واحدة الآن من الاختبارات والانتحانات نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق إن كان عندنا في مطروح هنا ما يقرب من 109 لجنة بعدد 11.700 طالب وطالبة نتمنى لهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله وفي محافظة سهاج انتظم سير عملية انتحانة الشهادة الأعدادية وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ويتجاوز عدد طلاب الشهادة الأعدادية بمحافظة سهاج 91 ألف طالب وطالبة موزعين على 472 لجنة وتستمر الامتحانات حتى الخميس القادم الثالث من فبراير مستمرين في امتحانات الشهادة الأعدادية الفصل الدراسي الأول لقلاب محافظة سهاج أكثر من 91 ألف طالب يؤدوا الامتحان في 472 لجنة امتحانية نحن نأكد عليه أن هناك تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب كمان هناك فيه متابعة مستمرة لامتحانات كمان تم عقد لعديد من الاجتماعات مع السادة موديل الإدارات وموديل العموم ورؤوساء اللجان ومراكز التوزيع لأسئلة هناك تنصيق كامل بين مدرية أمن السهاج ومدرية الصحة في تأمين وصول الأسئلة إلى مقار اللجان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مشروع سقوق الإطعام وأكد وزير الأوقاف أن مشروع سقوق الإطعام يعد أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع تنفيذاً لسياسات الدولة في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية أطلق وزير الأوقاف مشروع لحوم سقوق الإطعام لهذا العام الذي يوفر 400 طن من اللحوم كمرحلة أولى توزع على مدار أربعة أشهر ثم الاستمرار في هذا المشروع طوال العام مساهمة في عمل الخير ثم الاستمرار في هذا المشروع طوال العام مساهمة في عمل الخير وذلك في إطار مشروع حياة كريمة وبالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين هذا المشروع من أهم المشروعات المجتمعية بعد نجاح مشروع سكوك الأضاحي نجاحا كبيرا حقق العام الماضي نحو 1500 طن لنحو مليون وخمسمائة ألف أسعى من الأضاحي رأينا أن نستمر على مضاعي العام فلسفة هذا المشروع أننا بدل أن كنا نصل إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة في العام في مشروع سكوك الأضاحي الآن هناك عدد كبير جدا من الأسر مستهدف أن يثبت شهريا سكوك إطعام ده موضوع جديد عمله وزارة الأوقاف عشان تستهدف فيه الأسر الأولى بالرعاية يبدأ بـ 100 طن في شهر فبراير 100 في شهر مارس في شهر إبريل 100 في شهر مايو إجمال 400 طن هذا العام وزارة الأوقاف أعلنت عن قيمة السق الذي يبلغ 300 جنيه ويشمل كل أنواع التبرع من أموال الزكاة والصدقات وخصصت الوزارة خمسة حسابات بنكية للتبرع بسكوك الطعام لجمع الأموال في توفير هذه اللحوم التي تذبح وتحفظ بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها حتى تصل للأسر المستحقة بالنسبة للقيمة المالية والصق الإطعام اللي هو عملها وزارة الأوقاف بـ 300 جنيه للفرض ممكن الفرض يحصل على صقه واثنين وثلاثة حسب قدراته والشركة هنا عندنا بدورها بتوفر اللحوم التازجة طبعاً اللحوم ما بيلمسهاش أي حد غير في التشفية بس يعني هي بتخش آلي بتمر على الخط وما حدش بلمسها بيده طبعاً كل الجزرين اللي جواه طبعاً عشان إجراءات الاحترازية اللي معمولة دلوقتي لابسين الكمامات وإن شاء الله تكون موسم كويس بإذن الله وطبعاً اللحمة دي بالنسبة دي إطعام فإن شاء الله تكون حاجة كويسة إن شاء الله السنة دي بإذن الله إن شاء الله مشروع سكوك الإطعام هو المشروع الأول الذي يضمن وصول لحوم للأسر الأولى بالرحوم والذي جاء بعد النجاح الذي حققه مشروع سكوك الأضاحي الذي وصل في العام الماضي لألف واربعمائة وثلاثة وخمسين طناً من اللحوم محمود جميل التلفزيون المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواصل أعمال القوافل العلاجية تابعة لوزارة الصحة بقرة الرغامة بمركز كومومبو بأسوان قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 1688 حالة من خلال عشرة عيادات وتم صرف العلاج المجاني للمواطنين كما تم تحويل عدد من الحالات لمستشفى كومومبو ودراو وآخرين للمستشفى الجامعي لإجراء جراحات وعمل أشعة الرنين المغناطيسي نحن هنا بنعالج المرضى على نفقة الدولة الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان أي مريض أمراض مزمنة بنحوله على أقرب مستشفيات تبع تأمين الصحي علشان يتلقوا العلاج بتاعهم بالكامل بالمجان والتشخيص برضو بالمجان بس هو ده اللي نحن بنعمله هنا وبنتوجه أكتر للأماكن المحرومة والأماكن الشوية بعيدة عن المراكز والمستشفى الجامعية وهكذا انطلقت فعليات القافلة الاجتماعية قوافل الخير التي تنظمها مدرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأرمان وذلك بمركز زفتة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار محافظ الغربية طارق رحمي إلى تنفيذ 217 قافلة متنوعة وأضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 500 مساعدة اجتماعية لأهالي قرية نهطاي تتكون من كرتونة مواد غذائية ولحوم ومستلزمات معيشية أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل أن شركات قطاع البترول نجحت في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي وجهت تأصناعة البترول العالمية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الأبار بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية مشيرا إلى أن المستويات المتفعة الحالية للأسهار بأسواق البترول والغاز العالمية تشجع الشركات العالمية على ضق المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول الجماعية العمومية لشركتي بيترو الشوق وبيترو بيل بالفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2021-2022 والموازنة المقترحة للعام المالي 2022-2023 أنهد البرصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة وربحا رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه يغلق عند مستوى 748.221 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 98 من 100% ليغلق عند مستوى 11.603 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.56% يغلق عند مستوى 251 نقطة وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.52% يغلق عند مستوى 3.171 نقطة تحل اليوم ذكرى ميلاد المفكر والفيلسوف الزكي نجيب محمود حفر زكي نجيب محمود اسمه بأحرف من نور بين المفكرين والمثقفين وكبار الكتاب حيث طوع الأفكار الفلسفية في كتابات بسيطة تؤدي دورها في الحياة ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختام نشط الثالثة ولا يتبقى سوى تبكير بأهم ما جاء بها من أنباء بعد الانضمام لمؤشر جي بي مورغن إعلام مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لانضمام المؤشر في شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري الدنمارك أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي تزيل القيود المفروضة لمواجهة كورونا اعتبارا من اليوم قبل اتصال متقب بين بلينكين ولافروف روسيا تقول إنها لن تتراجع في مواجهة التهديد بعقوبة أمريكية مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية تحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة